اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج السهم هنتكلم النهاردة في حلقتنا عن ازاي تاخد كارد عقاري يمكنك من شراء عقار جديد او حتى ترميم عقارك القديم تابعونا وما تنسوش لو اول مرة تابعونا على الفيسبوك اعمل لايك للصفحة ولو على اليوتيوب اعمل سبسكرايب للقناة فعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد طرح ابان قعودة القرد العقاري اللي يمكن من شراء منزل او ترميم العقار القائم فيه او التمكن من امتلاك عقار لقضاء وقت الاجهزة او الاستثمار في قطاع العقارات للحصول على افضل عائد طب ايه هي مزايا القرد ده مزايا القرد العقاري بتكون بتبدأ من خمسين الف جنيه واسعار الفائدة فيها تنافسية وبتمويل ياسم لخمسة وسبعين في المية من كيمة العقار وبتكون فيه اطول فترة سداد عشان بتصل لعشرين سنة اما عن عمر المقترب فبيبدأ من تلاتة وعشرين عام حتى ستين عام وده للموظفين وسبعة وعشرين عام حتى ستة وخمسين عام لاصحاب الاعمال والمهن الحر اما بالنسبة للوحدات اللي يمكن تمولها وهي العقارات المسجلة والعقارات القابلة للتسجيل والعقارات اللي بتقع داخل المجتمعات العمرانية الجديدة اما عن المستندات المطلوبة فللموظفين صورة من البطاقة الرقم القومي سرية او جواز صفر ساري وإثبات محل العمل او الاقامة اما عن اصحابي الاعمال الاخرى فهيكون معاه صورة من بطاقة الرقم القومي وبتكون سرية برضه وجواز صفر ساري وإثبات محل العمل او الاقامة وكشف حساب بنكي والوصائق القانونية للشركة وسبعة مصدر الدخل طب الفوائد بتاعت الكارد بتكون ايه؟ فوائد الكارد بتكون نسبتها بأسعار فائدة سبتة سنوياً تبدأ من 11.8% حتى 15.5% ده على حساب الضمانات المتاحة للعمل أما فترة الفائدة 11.8% هتكون سبتة وبدون زيادة في حالة السادات خلال 5 سنوات أما عن فترة السادات خلال العشر سنوات فتكون الفائدة بنسبة تصل لـ 13% وتصل أيضاً لـ 15.5% في حالة السادات خلال 20 سنة ويارب نكون قدرنا نوصل لكم كل تفاصيل الكارد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر